لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكيكة الجزر رح نحتاج لأربع بيضات معلقة كبيرة من الفانيلا كوب سكر الأسرة نصف كوب سكر بني من الأسرة كمان كوب زيت شعبان كوبين ونص من الجزر المبشور كوبين ونص من لطحين وكمان رح نحتاج لكوب من الجوز معلقة صغيرة الفة معلقة صغيرة جسط طيب معلقة كبيرة باودر وآخر شي رح نحتاج معلقة صغيرة من كربونات الصودا أو الكربونة للكريمة رح نستخدمها للتزيين نحتاج نصف كوب من الزبدة كوب جبن طرية كوبين من سكر الأسرة طبعا باودر أنا طاحنتهم بربع كوب من كريمة الخفاء رح نعمل كيكة جزر عند رجيكم الكيكة اللي أنا عملتها برضو الطريقة التقليدية لكيكة الجزر شوف هلأ ما قلهم إيش التقليد الصغير اللي أنا بعملها طلعهم أحلاها شوفي قدي فلفي رح أقوصلهم واحدة هاي الكيكة أنا كنت اليوم فكرت فيها عملت أجيبها وأعملها طبعا زم نشتريها من السوق أحشيها كريمة ولا أول مرة أعملهم إياها بهاي الطريقة شايفين كيف وبس نزيينها تزيين خفيف قلت هاي المرة من زيينها تزيين خفيف هاي الكيكة نفسها اللي نشتريها بـ 25 مينار أوكي ما سموم زيينها هلأ من زيينها مدلو لعبا بس أنا بتخيل هيك أسكى من دون كريمة من جوة ما تحشيها كريمة لأ مرة تاني رح أحشيهم طعمة الجزر هيك أسكى بتكون مبينة صح؟ أنا كمان الكريمة تقيلة شوية يعني ما بدي أحكي له لا الكريمة تقيلة شوية شكرا طيب خلينا نبلش بأول إشي خلاص صرنا معتدين أنه دايما أول إشي نخفؤ البيض مع السكر أنا كالعادة مستخدم سكر الأبيض من الأسرة شوفوا هنا هذا الكيس لأنه قلت لهم اسمع مش موفي معي دونك بعتول لي كياس صغار جابولك شوية لا جابولي كتير كمية كبيرة بدأت تصبط مع القصة لا أنا نشكرهم عن جدا وجعلهم تحية هذا ربع المقدار أنا بدي بالضبط كوب هذا الحلو مقداره ربع شايفين كيف؟ مقداره ربع هاي سكر الأسرة موجود في كل مكان والسعر ودايما عندهم عروض أنا هاد بحبه دايما عندهم بعدين ما بتسقي بأي نوع سكر بصراحة سكر الأسرة اسمعي على المطمون والله عكف على السرع اتحدى أي حدا يقول لي أنه جبته وخرب معي وصفة أو لقيته بقرش بالوصفة يقرأي وعندي سكر البني هلأ أنا حطيته لأني بدي لون الكيكي يكون شوي غامق إذا متوفر كمان هذا الكيس حقه 99 قرش تمام؟ أنا لأنه هذا مقدار وربع المقدار هذا نص كوب من السكر البني تمام بتلاقوه متوفر بكل مكان وذلكم حقه 99 قرش رح أخفقهم مع بعض مع فانيلا ماذا معقولة ريكت البيرجر؟ ماذا معقولة؟ بدياكي تجربة أخذي تقولي لي أنا أنا دوبت أنا دوبت طب بدياكي تجربة أخذي خلود طب بدياكي تجربة أخذي خلود أحطلك هون عادي أه 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 طيب بدي أخلطهم ليصيروا كثيفين كثير منيح وأجيب أحط عليهم بعد ما ينخلطوا ويس الزيت هاي الحركة كثير ضرورية لما نيجي نعمل كيكي أي نوع كيكي البيض بنخفق مع السكر مش العكس أنا بعرف الناس بخفوق الزيت مع السكر أو الدهون مع السكر دايما البيض مع السكر بنفخ معاي بضيف عليه الزيت عشان هيكي تلاقوها كثير طرية يعني طلعوا بالله كيف مندر خلي أورجيهم إياها هشة هشة شوفوا أدي هشة بأنه هاي فيها جوز وفيها جزر وفيها كل شي يعني شايفين كيف طرية شوفوا كيف طيب أنا حطيت كوب الزيت إذا نرجع نعيد هنا كنا نعمل لكيكة الجزر حطيت أنا أول إشي الأربع بيضات فانيلا حطيت عليهم كوب سكر أبيض ونصف كوب سكر بني وحطيت عليهم الزيت هلأ عندي جزر كوبين ونص أنا شوفوا مقدار الطحين بكيكة الجزر عشان أنتو تكونوا عارفينها تضبط معكم كتير وليطلع طعم الجزر كتير وتطلع الكيكي ناشفة هن كوبين ونص بالضبط من الجزر مقابلهم كوبين ونص بالضبط من الطحين عندي هذول تقريبا كوبين ونص بس أنا هيك فعصتهم يعني ما تفكروا كتر تمام؟ وعندي هون جوز تعريبا كوب هي أساسها الجوز عندي اللطحين زي ما قلت لكم كوبين ونص عندي باكينج باودر معلقة كبيرة باكينج صودة معلقة صغيرة وعندي رنفل وعندي جوز الطيب تمام؟ عندي إرفة هاي هم شايفينه؟ رح أحطهم هون رح أحط إرفة وهي أساسها الإرفة فابدنا معلقة كبيرة من الإرفة طبعا لازم إرفة ما في داعي نحط الجزر لحاله وقلبه وكذا بس خفقة سريعة بسيطة حبيت أنك اليوم أنت عاملة هارموني بأكلك أنت ملاحظة؟ آه أنه جزر بدخلته بأكثر من الأشياء جزر آآ آآ بدخلته بأكثر من وصفه نعم ما أنا عم بركز هلأ بهذه الحلقات على الأشياء الموسمية يعني الجزر متوفر في كل مكان مش غالي هلأ بوسمه عرفتي كيف؟ بعدين الجزر بأول نظر هاي المعلومة صحيحة مغلط مروح غلط طلعت على نفس الوزن هي بتعرفيها ذاك اليوم عرفت مالله نجاد يعني مش ما بأول نظر؟ لا مش إنه ما بأول خلص إنه هيك الجدود حكوها عشان بس ضلط على هذا الوزن نتأكد منها على فكرة لازم طيب خليني أوجه تحية للناس اللي عم بيبعتوا لنا عشان بس ما يقولوا إنه خلود ما بتقرأ مسيجات أم حدايفة يسعد مساكي فيروز روان علاء بسام إيمان نور النسور كمان بدأ وجهلك تحية سحر ريهام كل الناس اللي عم بتواصلوا معنا إيش حكيتي مروح؟ ما في أذلة علمية تشير زي ما قالت انتياز إلى إنه الجزر يؤوي النظر إيمان عوار ثاني كمان بدأ وجهلك تحية نوال كل الناس اللي عم بيشاركوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك الأسماء بتدخل معنا على السحب وبعد شوي رح نعلن عن أسماء الرابحين أو الرابح معنا لليوم جائزتنا مقدمة من هونغ كونغ طيب خلود شفتي الكيكة كيف شفتي قوامها كيف هاي بتفوت على الفرن تقريبا من ثلاثين لأربعين دقيقة على حرارة مئة وتمانين على الشبك اللي بالنص خلينا أنا حضرت هيك الفرن كيكة كتير زاكية هشة اعملوها وبعدين الصبح تشربوها تاكلوها قصدي رجيت أحطها يا علي بعد الغداء زاكية للضيوف للمعازيم شفت انه هاد مش بالفرن بالليل انتي وجوزك قاعدين مش غلط كمان هيك يعني والله أنا بديت محبوش الجزر بتصد ايه؟ الكيكة الجزار بحبو ياكلو الجزر ني كتير أولادي آآ بس ما بحبوش كتير دخلو طب رابع ليكي إن أولادك بيعرفوا ياكلو بحبو ياكلو في أولاد مهمة ما عشان هيك اخترعت لهم هاي الوصفة عشان أضحك عليهم فيها عرفت كير هذيك اليوم أنا كانت عندي دانا فاردة وجلة تحية كنا عم نحكي عن سوق التغذية للأطفال وكانت عم بتقول إنه نصيحة لكل أمهات إنه زي ما إنتي عم تعمل إمتياز يعني وصفات أكل إنه يدخل فيها الخضار أو الشغلات المفيدة من دون ما الولد يحس لأنه في كتير أولاد هلأ يعني نيئة بموضوع الأكل طيب مروة بصير أعطيهم بس مقدير الكريمة عشان بدياهم يعرفوها ويعملوها دايما لكل أنواع كيك الكيك بس مقدير كريمة الجبنة رح نعملها تستخدموها لكل حشواتكم لكريمة الجبنة رح نحتاج نصف كوب من الزبدة تقريبا هي 100 جرام كوب جبنة طرية من السنبولة كوبين من سكر الأسرة طبعا بنا نطحنهم يصيروا باودر وربع كوب من كريمة الخفاء الكل بيسألني بقولي بنعمل كريمة الجبنة بتطلع فيها زي سكر بتدقي فيها زي سكر أو بيحكولي مثلا بتسيح ما بقدر أزين فيها هاي الكريمة الجبن بس هي مقدارها لازم يكون صح أنا طبعا بالجرامات حولتهم للعادة لأن كل المأدير والعيارات الموجودة موجودة بالجرام أنا اليوم عملت لكم إياها بالكاسف وقالت لكم نصف كوب من الزبدة وحطينا عليهم جبنة طرية هاي يجيبني الطرية اللي أنا باستخدمها من دابل دابان بدكم توصوها من شركة ريتكو حق الكيلو 4 دنيا نصرت مستخدميته معكم جوز خمس مرات من نفس العلبة يشوف لسا العلبة مليانة وعندي سكر بودرة اللي هو سكر التلجي بتجيبه سكر الأسرة وبتطحنه هلأ جربتها بكتير وصفات يا خلود اكتشفت أنه اللي بيحكو للناس مظبوط أنه أنا بحاول أعملها يا بتفرط يا بتلاقي فيها طعم السكر فعملت لها تك صغير طلع لي القوام اللي بدية أول إشي بدي أحط الزبدة وبدها تكون بدرجة حرارة الغرفة أوكي يعني لما أحط الزبدة بدي أكون مطلعتها من قبل بساعة ساعتين تمام يا خلود؟ تمام حبيب خلود ولا مركزي معي أنا مركزة بالبيرجر بس أخفوقها هيك وبدي أحط عليها السكر البودرة بس بدي أحطه بالتدريج يعني من كمثال دو أحط ربع كوب استني عليه شوية ينخلط استني شوية لأنه ينخلط مع الزبدة لتسحب الزبدة لأنه كيف تقدر تعرف أنه السكر البودرة حطيته لعيار الصح بتحسيها بتبطل تسحب بتحسيها يخلص بتصير زي الحضايبات أوكي هاي كمان خلينا أورجيكم هلأ حطيت ربع كوب بتحسوه كتير يعني مثلا أنه أنا حطيت لأنه هذا موشف فافر شايفين هادي لساتها زبدة آه أوكي بترجع بحطي كمان برجع بحط كمان هاي لساتها زبدة هاي ها شايفين كيف قوامها برجع بحط كمان من السكر هيك لأخلص الكوبين عشان أضمن أنه أنا حطيت العيار الصح يعني خلتيني أركز الحرقة معي آخر واحد هاي رح تاكليها مبين حرقة معي آخر واحد بسيطة نعم خلتيني أركز معاك تعرف الشوء إحنا منقول إنه إحنا بس بالبيت يعني بست ديوح يعني عادي بنحرق معنا عادي مكب عادي كل إشي عادي حتى مصفتيتهم بطريقة حلوة أكمل لك الباقي خلص ها شو حنا ما أخذ معانا على البيت شوال خلص ديري بالك نعم طيب هلا كيف بدي أضمن إنه أنا حطيت السكر المناسب لساتها بتاخد معاي شوي أنا أخذت تقريبا الكوبين كاملين هاي تقريبا كوبين السكر كاملين أريد أرجيكم كيف صارت معي شوفتوا كيف ورجتكم ياها بندر يا بندر بندر يا بندر شوفوا كيف صار قوامها شوفوا كيف شايفين ورجتكم ياها قبل شوية كيف زي الزبدة هلا أختلصها طلعا كيف أنا حكي لهم لأني أحب أن يتعلم معاي للوصفة ليش كل الناس تعمل عندي هون الجبنة الكريمية راح أحطها بهاية المرحلة و راح أحط ربع كوب من كريمة الخفئ هلا إذا ما هلنا إمتياز كريمة الخفئ ماذا نستخدم؟ شو؟ كريمة باودر مع معلقتين لثلاث معالق حليب والله أنا أطعباني اليوم هالبادر عن جد والله اشتغلتها كلها لنما لا يجب سؤلها تعرفي إنه زي اللي غيرت شاهدوا سمعتم زيني للبقية إذا هل قدلت هلأ آج عبالي اليوم بس بس اليوم استغليني خلصنا هذا بدي أخفوها كتير منيح لتصير عندي زي الفوم يعني خلص أضمن إنها صارت شو كثيفة هلأ برجيكم إياها بس بدي أتكت طيب شاركوا معنا وكتروا من مشاركاتكم لأنه مش ضايل الوقت رح نعلم عن اسم الرابح معنا لليوم ضيفوا عليها البقادون يا الله البقادون شو بيعطي منظر لك طبعا شوفوا لي قوامها هيا جاهزة لك تزيين الله عليك يا ميزة ولا أي شيء طلعوا لي شايفين كيف هيا شايفين كيف متماسكة خلص هاي بشكلها بعمل منها ورد بزين منها بحطها حشوات اللي بدنا إياها هلأ أنا مفضلة دائما تفوت على التلاج عشر دقايق تمام خلصت خلصتها أبدأ بس أزيين كيكة الجزر طيب خلينا يعني أنا وأنتي ناخد النسبة نرجع هيك نذكر بسؤال حلقتنا أنت لما بتصحى من النوم تصحى مكشر ولا مبسوط والله أنا البرجر أخد لي عقلي وسيط السؤال فخلينا نشوف النسبة مين بصحى أكتر يا رب المبسوطين يصحوا أكتر يا رب يا رب يلا مكشر 36% مبسوط أربعة وستين بالمية برافو أنا أتوقعت إسماعي أتوقعت العكس تماما يعني لما بتطلع إنتي على شغلك بالسيارة بتطلع إذا وقتك على أكتر آآ كلهم مكشر بتقولي أشفي يعني ليش الناس كليتهم كشرة على كل حال يلا كثير مني حلو أنتم مقصوطين الله يديهم الإنبساط والابتسامي على وجوهكم آمين آمين ودائما تكون هيك بيوتكم مليانة بالفرحة شوفوا لي بالله كريمة الجبنة اللي بتكم تعملوا هلا بدنا نعملها يا أمتياز بالشوكولاتة بنحط كاكاو عليها وإحنا بنخفؤها شوفوا لي كيف عم بقدر أشكلها بالطريقة اللي بدي إياها أنا بس أعملها بهاي الطريقة تقدروا تحشوها أنا هاي المرة ما حبيت صراحة كنت بدي أحشيها والله وأعملكم إياها نفس المحلات وكل إشي بس حسيت خلني أجيبها للنص بس حكيت ببالي إنه هاي المرة بحب أورجيهم أنا لما إذا أجيتي علي كخلود أنا بحب أكلها هيك صح وأنا مع شاي ما يكون فيها كريمة لأن الكريمة زي ما إنتي قلت تقيلة أحيانا هلأ ما هلنى ما يأكلوش اسمعي حسب الناس كمان هلأ هلن بيأخذوها من المطاعم 25 دينار صراحة أنا مثلا بستغرب بقول والله وكلفتها كلها لا تتعدن 3-4 دنانيير يعني عارفتي بحسين ما نانتبا اشتركوا في القناة